نروح لنضوي على مصطلح صار شائع ضمن فئات المجتمع اللايف كوتش شو هاد المصطلح؟ شو يعني اللايف كوتش؟ هو شخص بيساعد الأشخاص دائماً أنه يطلعوا هدول القدرات لعندهم الخبرات لعندهم خلنا نقول من باب التحفيز أكيد كل حدا فينا يا هادي عنده شي كامل بشخصيته أكيد وبحاجة لحده يدعمه بحاجة لحده يحفظه أكدر لحتى يقدر يبدعه ويلاقي حلول بحياته طبعا هذا المصطلح صح وشائع ولكن رح نضوي كتير عليه اليوم ضمن هاي الفقرة لنقدر نفرق بين الكوتش واللايف كوتش شو هو تعريفه بكونه مصطلح شائع ولكن ليس مطروح جدا بين فئات المجتمع أكيد أسئلة جدا حتى جاوبنا عليها مهمة ضيفتنا لليوم وهي مريم العيسة خبير التدريب ومهارات حياتي صباح الخير يا مريم صباح الخير أهلا وسهلا فيك أستاذة مريم يعني حاولنا نعطي هيك تعريف مبسط عن الموضوع ولكن اليوم كتير من الأشخاص بيخلطوا بين اللايف كوتش والتدريب حابين اليوم نتعرف من حضرتك نحنا شو نقصد اليوم بين التدريب واللايف كوتش قدهنون مهمين اليوم بحياتنا إن كانت العملية أو بأي مكانكم موجودين تمام أول شي التدريب كتدريب أو المدرب هو شخص يكسبك مخارع يعني مثلا شو الفرق لحتى أقدر كتير أعرف المدرب شو يعني الفرق بين المدرب خليني يقول والمدرس أو المعلم العادي هو معلم بالنتيجة عم بيعلم الأشخاص الفرق بين المعلم هو شخص ملقن يعني بيدرسك مادة أو بيعطيكي مادة إلى آخره المدرب يكسبك هاي المهارة عن طريق الشي مثل نحن نقول نظري وعملي بتطبيقات عملية بتمارين عملية إلى آخره لحتى أنت تطلعي شخص مكتسب مهارة معينة أما الفرق بين التدريب واللايف كوتش اللايف كوتش هو شخص فقط بيجي لعنده عميل هذا العميل بحاجة لإدارة بناحية معينة من نواحي حياته عنده موارد عنده مقدرات عنده لكن ما بيعرفها أحيانا بيكونوا بيعرفها العميل لكن ما بيعرف كيف يستخدمها اللايف كوتش بس هو في عنده نوع من طريقة من الأسئلة بحاول يسأله إياها ويوجهه من خلال هاي الأسئلة ليستخرج منه إجابات معينة من خلال هاي الإجابات العميل نفسه بيعرف هو شو اللي عنده إياه وشو المواهب اللي عنده إياها والمقدرات نقاط الضعف نقاط القوة وكيف بيبلش يدير العملية هو بطريقة ذاتية هون النقطة اللي أنا بدي ضوي عليها لايف كوتش ما بيوجهه بيعطي توجيهات ولا إرشادات ولا نصائح هون بيصير إسمه مستشار هو بيسأل مجموعة من الأسئلة للعميل شو في عندك اليوم شو مشكلتك اليوم بيقول له مشكلتي كذا 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 شو بتقدر تحل من هاي المشكلة أو كيف ممكن تحلها أو ممكن يقول له طب عندك كم خيار لحل المشكلة بيقول له عندي ثلاث خيارات طب خلينا نزيدون خمسة فهو بس بيوجهه من خلال الأسئلة وبيستخرج من هذا العميل الحلول بالنسبة له اللي بتفيده بأي مسألة هو جاي إنه يحلى أو يحاول يديره طب اليوم ذكرتي التدريب وفرقنا بين المصطلحين اليوم الشخص اي مات بيكون بحاجة لجلسات تدريب خلينا هكي نفصل فيه شو يعني تدريب شو بسي أتينا أمثلة يعني من خلال خبرتك مبدئيا هلأ كلاياتنا بدون أي استثناء نحن بحاجة لأشخاص بحياتنا سواء كانوا مدربين أو موجهين أو لعيف كوتش شو ما كان طريقة عملنا شو ما كان مستوانا الاجتماعي والمادي ليش لأنه نحن بحاجة لأشخاص دائما الشخص بس يكون عم بيدير بالعكس وكل ما زادت مهامه كل ما زادت شهرته كل ما زادت نجاحه هو بحاجة للموجهين حواليه وناس تحيط فيه نبهه للأماكن اللي هو ممكن يوقع فيه للأماكن اللي هو ممكن يغطئ فيه فإذا مبدئيا نحن كل شخص بحياتنا بحاجة أنت يسيرنا أبسط شيء لا أعقد شيء أنت صار عندك مشكلة لا نفرض بالشغل لمين بتروحي إذا صار في مشكلة معينة بالشغل وإذا أنت حدا واعي ما بتروحي ما بتروحي لا نفرض ما بتروحي اليوم بس مثلا خليها تتأزم أكيد بدي أجعل المسؤول عني لقسم للمسؤول أو لشخص هو خبير بمجال العمل اللي أنت عم بحاجة لحل فيه أنا صار عندي مشكلة بتربية أبنائي فيه فجوة صار بيني وبين ولادي للمين بل جاء فيه خلال هون للأب والأم مفروض أنا ما بدي هون قول عند مين الوجه بس أنا فيه خلال بيني وبين أولادي حاولت بالحلول اللي أنا بعرفه حسب وعي حسب دراستي حسب إدراكي حسب أمومتي حاولت أني حل وما نحل للمين بل جاء فيه خيارات كتير فيه خيارات فأنا بروح لهي الخيارات إذا كل هؤلاء الخيارات هنا لايف كوتش بحياتنا فإذا نحن بحاجة إليهم لكن كلايف كوتش متخصص بإدارة حياة معينة أنا شخص بعرف أنه عندي موارد معينة بعرف أنه أموري بالبيت تمام أموري بالشغل تمام لكن أنا في عندي مثلا بدي أعمل مشروع بدي أعمل قصة بدي أعمل شي بيخصني أنا بها اللحظة هي ما عندي الإمكانيات أو القدرات أني أنا أعمله فبروحون لعند لايف كوتش متخصص ضمن الشي اللي أنا بديه مرحبا أهلين أنا عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة هو بيقدر يوجهني ويقدر يصيغ ويعطي الخطة الكاملة للشخص سلحت يقدر ينطلق فيها واليوم يمكن كثير من الأشخاص اللي بيتلقوا على حاله النقب اللايف كوتش بتلاقيهم موجودين بشكل كثير كبير وعمل جاءولة يعملوا دورات تدريبية وجلسات تدريبية للناس طيب اليوم الشخص كيف بده يعرف شو هي الجلسة التدريبية الناجحة فعلانية اللي بتناسبوا بحياته طيب هلأ في نقطة أو في شي خطأ أنا عاسف أقول هذه الكلمة عم يقعوا في الأشخاص حتى اللي عم يسألوني سواء كان بالراديو لأنه أنا صرت حاكي بهذا الموضوع كذا مرة أو بالتلفزيون فيه فرق بين التدريب واللايف كوتش اللايف كوتش هي عملية بين عميل واللايف كوتش نعم بين شخصين هدول الشخصين هاد العميل جاي لأنه هو عنده مشكلة فبيجي اللايف كوتش هو بيعمل بس بيوجهه بس بيستخرج منه نقاط قوته نقاط ضعفه موارده مواهبه شو عنده فهي جلسة بتكون ودية إنسانية وبنفس الوقت بروفيشنال ليش لأنه الشخص مختص إذا هاد اللايف كوتش تمام؟ ليش أنا عم ملح على الموضوع لأنه فيه خلط الدورات التدريبية والمدربين أمر آخر إذا بنا نحكي عن دورات التدريبية المدرب أنت بتقولي قيمتا أنا وكيف بدي أعرف وميز أول شي بدي أحكي شغالي مظبوط كلامك أنه نخبصت الدنيا صار أي حدا بياخد كورس واثنين وأنا مع هذا الشي مع مع الشي اللي إنه الناس تنتقده إنه أنت شخص مبارح أنت بتعرف زميلة إليك مبارح كانت هي عندها خمسة ألاف مشكلة وخمسة ألاف قضية والليوم تطلع بتتفاجأ بتلاقيها عم تدريب الناس وبيضل لدي مشاكل طبعا هلأ شوفي موضوع هذا القسم بيضل في مشاكل نحنا كلنا طالما عايشين ممكن نتعرض لمشاكل الفرق بين الشخص اللي بيصير محترف وبيدرب الناس هو كيف بيشوف المشكلة وكيف بيحلها أما هي ما في مشكلة فيه بدا يكون في المشكلة نحكي عن هدول الأشخاص اللي متل ما قتلت بتكون عندها مية مشكلة بعد يومين ثلاثة بتلاقيها صار تتوجه الناس أنا مع أنه هذا الموضوع يكون في رقابة يكون في نوع من التعريف هذا الشخص مين شهادته منين التدريبات اللي تلقاها منين هاي وحدة طب أنا ما فيني روح أسأل الشخص إلا والله أنت عند مين تدربت؟ من المدرب تبعك فرجيني شهاداتك ما فيني فيني أعمل شي تاني فيني أقعد أقعد جلسة مع هذا الشخص قبل ما أخذ على تدريب إذا أنا بدي أقضع تدريب بطلب منه جلسة بعض أنويا جلسة وبشوف هذا الشخص هل هو مبدئيا ونحنا اليوم ما أنا يعني اليوم المعلومات والأشخاص صاروا كتير بيعرفوا ما حدا اليوم تقدري بتتحكي عليه بكلمتين فبجيب لهذا الشخص بعض أنويا من خلال معرفتي فيه من خلال كلامي أنا ويا كيف عم يتداول الموضوع كيف مفرداته كيف عم يسمعني أو لا عم يقاطعني أو لا عم يعرف بسأله سؤال بس بشوف جوابه هون أنا بعلك إذا هذا الشخص ممكن يقدم لي شيء أو لا صحيح أحياناً الناس بيكون في خلط ما بين اللايف كوتش والمرشد النفسي يعني تمام اليوم وقد نحنا بنقع بأي مشكلة يعني ومنلاقي نفسياً أكيد من نكون تحت تأثير نفسي بشعب حياتنا تمام بعض بيلجأ للمرشد النفسي وبيقدم له الحلول يمكن هون الفرق حدا بيقدم حل حدا بيحفز يعني تمام تمام خلينا نفرق بين أعطان أكثر وشعب ما يكون في خلط تمام المرشد النفسي خلينا نفرق المصطلح مرشد نفسي مرشد إذا هو بيرشدني لأمور معينة أنا بنفسي تتعبانة أو إلى آخره فأنا بروح لعنده هاي ببساطة شديدة يعني هلأ إذا ولد صف أول بيفهم علينا هاد الحكي أنا في عندي مشكلة نفسية أو تأزمت أو اكتقبت أو زعلت أو عندي فقد أو عندي مشكلة نفسية على الصعيد النفسي فأنا بروح لعنده مرحب أهلين أنا عندي مشكلة بيقل لي أعمال 1 2 3 4 فإذا هو بيعطيني نصائح واضحة ومعينة لحتى أنا أمشي فيها ممكن يعطيني برنامج أسبوع شهر إلى آخره اللايف كوتش ما بيعطيني نصائح ما بيعطيني وصفة اللايف كوتش أثناء الجلسة بحاول يطلع الحلول لأي مشكلة أنا بتعرض له من خلالي أنا يمكن أفضل من الأرشاد أن نفسي أفضل لا لك ليش لا لك ليش لأنه أنا كخبير قد ما كنت بعرف وعندي تراكم خبرات مستحيل أعرف الوضع الحقيقي النفسي والجسدي والفكري والمشاعري إليك أكتر منك وهذا الشيء كيف أنا فيني أعرفوك لايف كوتش أنا بتقليلي بسأل دائماً ونتعرض هذا الشيء يومياً بسألك ليش أنت عم تتعرضي لهذه المشكلة بتقليلي ما بعرف بيقلك ما في شيء اسمه ما بعرف أنا رح أسألك هلأ وإذا بتقول لي ما بعرف يجواب ما بعرف ممنوع فشو بحسرك أنا بمكان بدك تجاوبي بتقليلي ما بعرف للمرة التعني بيقلك ترضي فرضياً طبعاً فرضياً ما في أنت رح يطلع معك الحلول شوي شوي ولاحظي أنت على نفسك أو إيسية على الأشخاص بتطلع معه الحلول من خلال كلامه بتطلع معه الجذور كل المشكلات اللي يمكن يتعرض لها لهيك الشخص أخبر حدا بنفسه يمكن شخص إذا كان خارج الدائرة يعني اليوم وقتل أنا بقع بمشكلة أنا بكون عارزة يلاقي حل إليه لأنه أنا عم فكر بالمشكلة ما أنا عم فكر بالحل بالنهاية ولكن إذا تبادلنا الأدوار وقلت لي اليوم أنت أعطيها لحدة تاني شو بتلاقي له حلول يمكن هاي كمان أنواع تدريب صح؟ طبعاً باستخدامها دغري هلأ مو دغري بعد خوض مثلاً دقايق معينة بنأخذ 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 بيحكي الشخص كل شي عنده يا ليش؟ لأنه فيه مستشار جواتنا فيه مستشار بس نحنا ما منطلعوا لأنه منعتقد أول شي فيه ناس ما تعرف أنه فيه هاد المستشار تانياً ما تم استفزازه هاي الكلمة اللي بيليك موحب ما تم استفزازه اللي يطلع بس أحياناً استفزاز إيجابي بكم أنا حكيت بالبداية على مصطلح الاستفزاز معروف إنه هو هلأ كلمة تحفيز معروفة شو هي واستفزاز الاستفزاز الإيجابي هون أنا شو بعمل فيه بيستفز فيه شي معين بيجي بقول لي يلا أنتي إيجالة عندك شخص عنده نفس المشكلة شو بتقولي له فبتبلش صحيح فهي واحدة الاستراتيجة نستخدمها طبعاً طيب خلينا نرجع لجلسات التدريب واليوم منعرف إنه فيه جلسات بتكون أونلاين عبر مواقع التواصل اجتماعي هل هي مفيدة اليوم أم لا اللي عم تكون على أرض الواقع هي اللي عم تحقق نتائجه أكبر أو مشاركين أكتر اليوم بهي الجلسات شوفي لما بيكون في حاجز بيني وبينك هلأ أنا ياكي عم شوف بعض إذا نحط حاجز بيني وبينك حتى لو كان شفاف الطاقة ما بتوصل صحيح الفائدة الفعلية والحقيقية ما بتوصل مية بالمية لكن أنا عندي مشكلة اليوم وأنا بمكان بعيد ومضطر أني استشير شخص معين كمان بمكان بعيد فهل بلجأ أني أنا ما روح أو أني ما حل الموضوع مقابل أو ألجأ لأي حدا مقابل لأنه فيه بعد أو مسافة لا إذا كان في هذا الخيار متاح لأنه ما عندي خيار الحضور فأنا بروح له أما إذا عندي الحضور مثل ما قلت لك تذكري تائماً لما بكون أنا وياكي موجودين هيك لايف طاقياً نفسياً مشاعرياً كل شي بيوصل ما في حواجز بيني وبينك حطيت كاميرا صار في حاجز ممكن أوصل لك أنا إذا كنت كتير شاطر سبعين بالمية فأنا مع الحضور أكيد أفضل إذا من نعطي أساسيات ما بنقول نصائح توجيهات اليوم بهذا العلم جداً جميل يعني اليوم مفروض نحن يكون مدربين لأنفسنا يعني ناخد خبرات الغير نشوف الناس كيف عم تتعامل مع هذا المصطلح ويزيد خبرتنا فيه يعني شو أهم الأساسيات لازم اعتمدعنا بحياتي يعني كرمالكون أنا اللايف كوتش لنفسي أوكي حلو كتير السؤال شفتي اللي حكينا عنام شوي اللي النالة أنت بتحطي حالك بمكان مراقب يعني أنا عندي مشكلة هلأ هيا هذا التمرين إذا الأشخاص اعتمدوا هلأ ما بيحلك المشاكل لكن هو جيد بيخليني يقولك بيوعيكي بالمشكلة 50% من لما بتكوني أنت ضمن سياق المشكلة نحن بنسميه هنا هذا الشخص المراقب اللي هو طب أنا عندي مشكلة ليش نحن بنلجأ لحد برا شو بنقوله أنت برا المشكلة فيك تشوفها أوضح ونحن بنقوله إياها صح ليه بنقوله إياها لأنه هو حيادي بمشاعره بتفكيره بكل شيء هو حيادي بعيد عن المشكلة فبيطلع عليها من برا أنت نفسك كشخص لما بتتعرضي لمشكلة شو ما كانت حاولي تفصلي نفسك عن المشكلة واعتبري أنه هذا المشكلة بيتعرض لشخص آخر بحياتك وراقبية من برا وجهية رح تعرفت وجهية إذا ما عرفت توجهي فرح توعي للقصة رح تظهر على مستوى الوعي تقدري أنت تتعاملي معها بطريقة أفضل لبين ما تقدري توصلي لمكان أو شخص ممكن يرجعي بس يمكن هون أنت قادرة على توجيهها إذا قدرت تفصلي بالمشاعر يعني اليوم الإنسان وقتل بيكون تحت التأثير النفسي لأي مشكلة بحياته هو تحت تأثير مشاعر سلبي لهيك هو ما بقدر يحلها تماما يعني حتى لو شاف المشكلة مبرا أحيان بيقلك بس أنا ما فيني لا شوفي هون إذا أنا بدي حل أنت شو سألتيني سؤال أنا كيف ممكن كون لايف كورش لنفسي صحيح أنا هون بدي أحترف الموضوع إذا ما فيني قول ما فيني كلمة ما فيني ممنوع ما فيني مشاعري بمشاعري حتى بمشاعرك إذا أنت عم تتفرجي على تلفزيون نحنا حتى بتلفزيون بقل لهم هذا المثال بقل للي إحنا حتى بتلفزيون مبكي يعني في مشاعر بدك تفصلي بدك تتمرني أنه أنا بدي أفصل هذا الشي ما بيخصني مو بعالمي فأنت قاعدة وفي مشكلة قاعدة حالك بالكرسي اللي قدامك قاعدة حالك بالكرسي اللي قدامك وقال لي لأنه أنت واجهيني أنا شو ممكن أعمل طيب تمرين تاني أنت عندك مشكلة قاعدة أنت قدام الشخص وقال لي له أنا عندي هاي المشكلة عاكسني فيها يعني أنا عندي رأي بمعين أنا أترك الوظيفة ولا لا طيب طلع أنت شخص بدك تترك الوظيفة معاجبتك فشو بتقلي لو قنعني أني ما أتركها عم تقولي لحالك فبتطلع عندك الخيارات الأخرى أيوة فبتطلع عندك الخيارات الأخرى لهيك أنا هذا الشخص اللي جواتي المرشد اللي جواتي ما بيطلع بدون استفزاز بمراحل متقدمة أنت فيك تصيري تفصلي وتمرني نفسك أنه أنا بفصل لو ثواني أنا بصير حيادية بالمشاعر وبحاول أني أنا شوفي بعد ثلاث ثواني من الحديث مع نفسك إذا أنت عم تتمرني رح تفصلي المشاعر طيب اليوم خلينا نوضح أكتر من هنو الأشخاص يلي بيقدروا يجأوا لمجال التدريب فينا نوضح أكتر هل هنو بس الأشخاص يلي بيتعرضوا لمشاكل بالحياة أو عندهم صعوبات وأوضاع وظروف معينة بحياتهم أم لا ممكن أشخاص لحتى يكتشفوا إذا في عندهم مهارات معينة أو نقاط قوة بحياتهم لحتى يستغلوها بحياتهم العملية بشكل أفضل نحن جوابنا بطريقة تانية عن هذا الموضوع أنه نحن كلاتنا بحاجة لهذا الشيء بس أنت رفدت انتباهي بسؤالك أنه طيب أنا اليوم شخص ما عندي مشاكل أموري تمام تمام بس اتعرضت لنفرض لموقف سلبي بالعمل هذا الموقف كثير زعجني نفسيا وإلى آخره أنا أموري كله تمام المالية والشغلي وبيتي أموري كله تمام هل بحاجة أني أنا أنجأ بالذات إذا هذا الموضوع النفسي أثر علي وقزمني لمرحلة أنه أنا بعد شوية ممكن أترك وظيفتي طب أنا تركت وظيفتي هذا الحكي رح يأثر على بيتي طيب أنا هي سلسلة ما بتوقف لهيك أنا عند النقطة الأولى اللي هي لما بلش عندي خلل وإزعاج ببيئة العمل أو بمكان العمل لو كنت أنا معتبره بسيط لكن عم بيأثر عليه أنا هون لازم أنجأ لحدا يساعدني طب اليوم اللايف كوتش ما بيخلق خلق خلينا نقول يعني بدوا تدريب وأساسات ومهارات لا قدر يعطي الأشخاص الحوالي ولكن شو رأيك اليوم وقتل بيكون عندك طفل وبتبلشي الدربي من صغر وأنه يكون اللايف كوتش قديش مهمة هي الصب الحياة والله مو بس مهمة أنت عطتيني فكرة كثير رائعة يعني هذا الشيء عن جد لازم هلأ شوفي الأطفال إذا أنت بلحظة من اللحظات ما بتحسي أنه في أطفال بنصحوك صحيح بيوجهوك لمكان إذا ما نصحوك بشكل مباشر بيوعوك لسلوكك شو بيعمل هو شو بيعمل هو عم بيوعيك فيه فأنت إذا بشوفي في شخص هلأ كمعن هنا من الظغر بيكون عندهم بوادر وعض حق أنه هذا الشخص ممكن أو مو ممكن بيقدر أو ما بيقدر فأنت فيك يتوجهي بهاي الطريقة بس طبعا لازم يكون بمستوى عمره يعني أنا ما أنغشه وروح شوفه والله هو كتير زكي أكبر من عمره؟ لا 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 بديت مرحل معه بأشياء كتير بسيطة لحتى أطلع أنا معه لحتى ما أعمل له صدمات كمعن وهو صغير طب اليوم اللايف كوتش هو أكيد عما يتواجد مع أشخاص عديدة من الناس اليوم من مستويات تفكير معينة ممكن يلاقي ببعض الأوقات صعوبات بيتعامل مع دول الأشخاص؟ اللايف كوتش بالذات هو بحاجة لخمس لايف كوتش بحياته طبعا طبعا لازم لأنه أنا بيشو بفكره بفكره أنه هذا الشخص ما بيتعرض هلأ ليه جاوب؟ ممكن جاوبتك أكيد بيتعرض أكيد بيوصل لمكان هل هو بيعرف كل شيء؟ لا أكيد لا هو بيقدر يحل كل شيء؟ لا هلأ أنا هون في عندي مهارة أنه أنا لكيف ما بدي أقول إتملص من الألصة كيف أطلع منه بطريقة فيد العميل وفيد أن استفاد منه أول شي أنا بأخذ الشيء اللي سألني وأنا ما عرفته لأروح أبحث عنه هاي واحد اثنين أنا فيني قل له أنت أسرت تفضولي بهذا الموضوع أنا صدقا ما بعرف لكن أنا رح أسأل وبنرجع نحكي بهذا الموضوع فيه ناس بشام تتهرب إنه ما تقول هالجملية بتخبص الدنيا يعني بتجاوب جواب هو ما له مظبوط أو بتعطي حل ما له حقيقي لحتى تقول أنا ما بعرف فهون هون المهارة بتكون عند اللايف كوتش هو كيف بده أما إنه ما يعرف يوصل لمكان ما يعرف أكيد ممكن يعلق بإرنى هو ما فيه لكن مثل ما حكيت لك زكاؤه بإيجاد الحلول للخيارات الأخرى نحن كل ما كبرنا رح نتعلم أكتر يعني ورح نمرأ بتجارب أكتر يعني فمفروض هيك أد ما فينا نكون لايف كوتش بحياتنا على الأليل مراقبين لأنفسنا شكراً لحضورك اليوم وعلى كل المعلومات اللي ذكرتيا أهلا وسهلا فيك شكراً إليك كوتش مريم وعلى كل المعلومات اللي قدمتها